اي شي عارض الدعوة يعارض الدين اذهد فيه اطلب ما عند الله وما تطلب الراحة مسكت الدين دا انا سنلقي عليك قولا ثقيلة قول تقيل داير سواعد قوية ما داير بالمزاج والله الليلة ممسافر عندي وجع بطن لو وجع راس تمش طوالي والله ممسافر لاني فتران فتران امش قدام ما شفت الصحابة ابو عقيل اصيب يوم اليمامة اصابو لما خلاز بقى في اخر رمق فجاءه ابن عمر قال يا ابا عقيل ابشر قتل عدو الله مسيلم فرفع رمقه الى السماء وبصره قال اللهم لك الحمد ثم اثنى على الله فمات ما اتجرسه شال الدين وما شبيه دعوا للشرك صبروا على التوحيد حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى دعوة دي ماذا رمزية علي ديون الا قضي ديوني حتى اشتغل دعوة بيدينك اشتغل دعوة الله بيرحمك الرسول ما تدرعو يا اخي عن يهودي قل لي دين دين بتاع شنو والله انا لو طوالي كل يوم اشتغلت بالدوني عين ادق عين اضان اشتغل دعوة تحصن وادعو الله سبحانه وتعالى وادعوه الى الله قل لي الله سبحانه وتعالى حتى عبير ارفع قدرك بعدين لم يا اخي مندوب بتاع شركة زول بنادي الناس يقول له ان تعالوا يشتروا بسكويت بركة وبسكويت كابتن ماجد وبسكويت ايه و ايه و ايه بيدعو لبسكويت سيد الشركة بيدي عربية ويكرموا ويدي مرتب ويزوروا ويحترموا دعا لبسكويت تبتدعو لي الله الله ما بيكرمك الله ما بيرحمك الله ما بيرفعك ولذلك تدعو الى الله وخلك في الدنيا دي وظيفتك اشتغل في السوق حدادي حلال اشتغل دكتور مهندس حلال لكن الوظيفة العظمى اللي بتعيش عليها الدعوة الى الله تعالى ومحروم الذي لا يتحرك لسانه دعوة الى الله تعالى ولا يتحرك قلمه دعوة الى الله تعالى ولا يتحرك جسده في سبيل ربه سبحانه وتعالى العضلات العندك دي والجسم والقوة دي كما شغلتها في الدين بيأكل الدود دي الضعفة ولو ما ضعفة السل غير فينا السل تبين فينا واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قومي ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا الي ولا تنظرون هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من آصيتها إن ربي على صراط مستقيم الناس العكرون الناس الغضبون الناس ما بخافوا الله الناس الملك ما عجب العظم ما أغنعت ملك الله كل ما أغنع يقولوا للناس نادونا في الشدائد ألجأوا لنا إذا كنت في هم وغم وكربتي فناجري أيا مرغني آتيك من كل سرعة أو بكل سرعة ونجيك من كل بلوتي زولي قول للناس نادوني مريدي تمسك بي عليك الله ده زول الخير تمسك بي تمسك بي كتة وين الأنبياء قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا موسى النذر اللي يحقون هذا فرعون وده البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا ليه كلا العصايا قاعدة لا أنا نبي لا في سبعين من العلماء من بني إسرائيل معاكم لا إتو أولياء لا كلا إن معي ربي سيهدين ديل التوحيد خش جوه قلوب ديل عرفه الله صاح مش في الشدايد الحقون وفزعون ويا أبو العباس من عيون الناس وين عيون أبو العباس همات همات أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد فله أسلم يا أخي أسلم ليه سلم لي أمرك ألجأ ليه اتضرع ليه تقول للناس نادوني أنا مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة عليك الله ما كذاب يوم القيامة في شيخ بيقيف ليزول يوم القيامة وترى كل أمة جاثية زولك رعيمة بتشيلوا بيجثوا على الركب من الخوف دا بنتظر كتة بنجي كتة ويوم يقولوا نادوا والله الله دا قوي والله قوي الناس كلها واقفين والملائكة واقفين والجن والأنبياء والرسل والأولياء والصحابة والصالحون وغير الصالحين والموقف كله ويوم يقولوا نادوا شركائيا يا الناس لا شركت بي في الدنيا نادوني نادون أنا ما مهلتكم في الدنيا أنتم لعبتوا في الدنيا وضيعتوا ويوم يقولوا نادوا شركائيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لبدوا طوالي لبدوا سأولينا إزعاج هنا فدعوهم يا ناس فلان تعالوا عملوا رايحين طوالي فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا مهلكا شكلا ناديتني والله ما ناديتك كنت في الشدايد أنا يا فلان الحقني وأفزعني يا زول أنا ما أعرف ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم شنو أعداء في الدنيا بكاتلك فيه أبوي الشيخ يديك عكاس طوالي ونعن عكاسك جاهزين له أو عكتفرني ببرة وحدنا معاك مش العكاس عكاس جاهزين له وما جاين شاكلك ولا جاين ننبذك حدنا معاك نحن بننادي الله وإتنادي شيخك أنا شوف اللي يغلب منه نحن بننادي الخلقنا وإتنادي لك مخلوق ضعيف زيك نحن بننادي الحي المبموت قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين براو دين نظيف يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم جت ما في شيء لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب منتظر بعدين نجيك مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة والله يجير منك والله القيامة فيها جري جري تقيل جري قال تعالى فإذا جاءت الصاخ يوم يفر كده شرحوا ليه يفر دي شنو يفر ده بمش براحة يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه لول بيجير من أمه يقف للدرويش تكدت معاي اهي عليج عمنا تكدت معاي اهي تعال الليلة بدخلك الجنة باحت في رفاعة قال بدخلونا الجنة بقلنا بنظر اسم مع واحد اسمه هيسم عثمان قال شيخونا اللي كانوا معاهو قبل ما يعرفوا الدري بصاح قال كانوا تابعين ليه شيخ قال لنا أنا بدخلكونا الجنة أبي شهروا بس قلتوا بس أبقوا معاي بدخلكونا الجنة قلتوا لهو قلتوا شغلتكم شنو قال والله بنكتب حجبات بتكتبوا فيها شنو قال والله اي شي في راسنا بيجي بنكتبه قلنا للشيخ نكتب شنو قال أنا باركتكن أكتبوا اي شي قال نكتب موتر عجلة ووتنا توطيوة بس نديها وكاذا عقرب موتن بس نديها ها الشيخ تبعدين الجنة بتدخلنا هاي قال ونحن عايشين على إنه قال بدخلنا الجنة زول مرت قال في الحصائصة سقنا الشيخ ومشينا له قال الماسكة البوابة زول ما بعرف تفهم لكتب بس فهمه تجيب تذكرة بدخلك ما تجيب تذكرة لو سيد المستشفى بوقفك في الشمس قال الشيخ جابي عبايته ونحن وراه تعالوا خشوا بدخلكم قال عمك طوالي ده سبته وين الورقة تذكرة أنا الشيخ قال أنا ما بعرف شيخ ولا غير شيخ مني بجيب ورقة بس يا أنا الشيخ ذاته أي شيخ ذاته جيب ورقة من الشيخ ذاته لكن جيب ورقة لما أنا الشيخ ذاته قال يا شيخنا قال الله خلينا دخول زيح كذي قال طرده قال قولنا يا شيخ المستشفى ما دخلتنا تدخلنا الجنة شغلتك ديني يا شيخ فرتقنا منه طوالي قال ما أقول يا أخي مريدي تمسك به وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة ويوم القيامة في زول بزبت لي زول ويوم القيامة دي كان ما في إذن بالشفاعة حتى الأنبياء ما بتكلموا حتى الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون كلام ما في إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا كلام فارغ مف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما نجول الشفاعة ما طوالي بشفاع قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد يفتح الله عليه فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى ما طوالي بشفاع واشفع تشفع بعد جيوى العذن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى دا يوم الناس يزول نفسه وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أنا ماذا أرسائر بالناس كتير والله عندي مزاج أتكلم للصبح لكن بس يكفي أجماعة وعزانة للناس إنه الحمد لله لقينا رجال جزاكم الله خير